اسم الدرس النباتات التلقائية والنباتات المغروسة المحور الأول الوسط البيئي أتعرف النباتات التلقائية تعرف النباتات التلقائية بالنباتات التي تنمو من تلقاء نفسها ولا يقوم الفلاح أو البستاني بزرعتها وعلى خلاف الأعشاب الظارة التي هي عبارة عن نباتات غير مرغوب فيها فإنه يمكن رعاية النباتات التلقائية عند ظهورها وسقايتها وتسميدها لكن في المغلب هي نباتات لا تحتاج إلى عناية الإنسان ومن بين هذه النباتات نذكر أولاً شجرة السنوبر توجد في الجبال وفي المناطق الساحلية ذات المناخ المعتدل تحتفظ شجرة السنوبر بأوراقها في فصل الشتاء يستخدم السنوبر في صناعة الخشب وصناعة الأبواب والنوافذ لأنها أشجار تنمو بسرعة يمكن لشجرة السنوبر أن تعمر أكثر من أربعة آلاف سنة ثانياً شجرة البلوت يوجد أغلبها في مناطق البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا وهي رمز الصلابة وقوة الاحتمال خشبها شديد الصلابة والقوة ينتج من خشب البلوت نوع جيد من الفحم ثالثاً شجرة الزان توجد في الأماكن التي تكون التربى فيها من الجير أو الحجر الجيري وكثيراً ما تزرع شجرة الزان للزينة في الحضائق أو على جانبي الطريق رابعاً الحلفاء والصبار نجدها في الصحراء خامساً الزعتر والإكليل والشيح والخبيزة تتواجد بالجبل سادساً الدفلة تنبت على الضفاف الوادي النباتات المغروسة أو المزروعة النباتات الغير تلقائية النباتات غير تلقائية يزرعها الإنسان ويتعهدها بالعناية لتوفر له أنواع من الأغذية النباتية كالخضر والحبوب والفواكه وتتمثل هذه العناية بالنباتات في التحسين من سلالتها وكذلك في مداواتها إذا اقتضى الأمر وحراثة الأرض والسقي والتسميد والتقليم وإزالة الأعشاب الطفلية النباتات المغروسة هي النباتات التي تغرس في شكل شتلات ونذكر منها أولاً شجرة الزيتون تستغل ثمارها لاستخراج الزيت ويستعمل خشبها للوقود وتقدم أوراقها كغذاء لبعض الحيوانات ثانياً الأشجار المثمرة كالبرتقال تمتاز بالثمارها اللذيذة التي توفر للإنسان السكريات والفيتامينات النباتات المزرعة هي النباتات التي تزرع بذورها مثل أولاً الفول يمتاز ببذوره التي تستعمل في طهي بعض الأطعمة ثانياً الفلفل والطماطم هي خذروات تستعمل في طهي الأطعمة فتفيد جسم الإنسان بأملاحها وفيتاميناتها ثالثاً القمح والشعير يستخرج من البعض منها الطحين الذي يقع تحويله إلى خبز وكوسكوس ويقدم البعض الآخر كغذاء للدواب أتدرب أولاً أصنف النباتات التالية في هذا الجدول حلفاء أقحوان نخلة جزر شعير شقائق النعمان زيتونة نباتات تلقائية نباتات مغروسة نباتات مزروعة الإجابة نباتات تلقائية حلفاء أقحوان شقائق النعمان نباتات مغروسة نخلة زيتونة نباتات مزروعة جزر شعير ثانياً أكمل بي ذفاف الوادي الحقول الجبال تنبت الدفلة والسمار على يزرع الفلاح القمح والشعير فيه يكثر البلوط والإكليل والزعتر والشيح فيه الإجابة تنبت الدفلة والسمار على الظفاف الوادي يزرع الفلاح القمح والشعير في الحقول يكثر البلوط والإكليل والزعتر والشيح في الجبال تنبت الدفلة والمشتر المباشر تنبت الدفلة والمشتر ترجمة نانسي قنقر